طيب عايزة أبدأ معاك من حدث الأمس وهو تجديد النادي الأهلي رسمياً لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لمدة موسيمين ربما يكون القرار أو التجديد أو الإعلان عن التجديد تأخر كثيراً إيه كواليس بقى اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ أو التطورات حصلت سريعة عشان بعد مباراة بيرامدز مباشرةً يعلن النادي الأهلي عن عهزة الخبر؟ هو يمكن ربما مفاجئة للرأي العام لكن داخلين جوانادي الأهلي ما كانش مفاجئة ممكن كانت الناس شافت زيارة الكابتن محمود الخطيب لتمرين الأخير لفريق النادي الأهلي قبل مواجهة ساندونز وكان اتكلم مع موسيمين أكتر من حوالي 20 دقيقة في التمرين واتفع معانا هيوصلوا لصيغة بأي شكل من الأشكال قبل ما يسافر لجنوب أفريقيا بحيث أن يتم الإعلان عن تجديد التعاقد وانهاء الملف ده وغلقه تماماً لأن موسيماني اشتكى أكتر من مرة من أنهو مش محدد موقفه عايزي يعرف الدنيا فيها وبالفعل حصلت جلسة في قبل التمرين الأخير من مواجهة بيرامدز كان فيها كابتن أمير توفيق وموسيماني اتكلموا في بعض الخطوط اللي كانت محل خلاف من قبل كاس العالم الأندية ثلاثة أربع نقاط واتفعوا واتبعت صيغة من الاتفاق الأخير ده لوكيلة موسيماني من زوجته هنا مويرة والكلام ده كان يوم مطش بيرامدز أول أمس أو أمس جاء بعد بالنهار وبالليل قبل المطش بساعتين أو ساعتين ونص ردت أنها تعمل تعدلات معينة وتمت الجلسة مع موسماني كابتن أمير توفيق وموسيماني فيه القتيل اللي كان فيه معسكر الفريق قبل مطش بيرامدز الفرقة طلعت من مطش بيرامدز راحد على القتيل وبعدها طلعت على المطار فحصلت قاعدة حوالي ساعة تم توقيع التعاقد لمدة ثلاث سنوات من ضمنهم هيتم تعديل البنود المالية تحت العقد بتاع السنة دي ممكن الناس بتكلم أنه هو سنتين بخلاف الموسم الحالي هو العقد هيكون ثلاث سنين من ضمنهم الموسم ده يعني تغيير القيمة المالية والشروط بتاعت الموسم اللي موجود الحالي في عقده اللي هو ينتهي فيه تلاتين تسعة عشرين اتن وعشرين ويستمر لحد تلاتين ستة عشرين اربعة وعشرين طيب